اطلالة فاضحة لرانيا يوسف في حفل زفاف بشرة يعرضها لهجوم حد من الجمهور الملابس الشفافة اهلا بكوا في قناة منوعات بوتة لاغبال الفن والفنانين والمشاهير واحدة سترندات على السوشيال ميديا يشرفني اشتراكك في القناة بس ما تنساش اللايك والكومنت الجميل عصارت اطلالة رانيا يوسف الجدل كالعادة في حفل زفاف بشرة ورجل الاعمال خالد محمود حميدة وبحضور مجموعة كبيرة من الفنانين والاعلاميين ورجال الاعمال في السحل الشمال قميص احمر قصير وجيبة قصيرة شفافة كشفت عن ملابسها الداخلية ووصفها رواد موقع التواصل الاجتماعي باطلالة فاضحة وغير لائقة وفوجعت سابقا رانيا يوسف انه تم نشر فيلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم شهوة الجسد من بطولتها وصورتها على الاعلان بتاع الفيلم وتصدرت وقتها الترند وعمل الفيلم ملايين المشاهدات عبر شبكاته التواصل الاجتماعي وقد لجأت رانيا يوسف للقضاء وذلك بمساعدة نقابة المهن التمثيلية للطعن في ان الفيلم مفبرك وكشفت لموقع العربية انها تفاجأت بنشر الفيلم وان القائمين على الفيلم صوروا صورتها للايحاء للمشاهدين ان هي بطلة الفيلم الخدش للحياة وقالت انها فجأة تصل بيها الاصدقاء والاقارب بعد ان شافوا صورتها على الفيلم وقد صرحت رانيا بان الفيلم تم الترويج له من صاحب القناة باسم رانيا يوسف وقالت ان هي مش مستوعبة ازاي واحد يروج لقناته بفيلم زي ده واتخذت اجراءات قانونية ومحضر في مباحث الانترنت بالواقع مستشهدة برابط الفيديو الموجود على اليوتيوب للتوصل لصاحب القناة للتحقيق معه وقامت بعمل شكوى لدى نقابة المهن التمثيلية بوعد من دكتور اشرف زكي اشتركوا في القناة